طيب برضو سابت ابدأ معاك بان احنا محتاجين يعرف او جمهور النادي الاهلي محتاجين يعرف مباريات النادي الاهلي القادمة امتى؟ عنوان كده كل مواعيد مطشات الاهلي الجاية الساعة 7 كل مباريات الاهلي الجاية الساعة 7 انا انت رح 11 يا جماعة شامد لو نستعرض الجرافيك بتاع جدول مباريات الاهلي معانا هو اول حاجة يمكن اول مطش هيبقى للنادي الاهلي يوم الجمعة قدام فارقه يوم 14.6 الساعة 7 بعد كده عندنا الاتحاد السكندري يوم الثلاث يوم 18.6 الساعة 7 برضو الداخلية يوم الجمعة 21.6 بعد كده الزمالك يوم الثلاث 25.6 هيبقى الساعة 7 يعني هنلعب جمعة 3 جمعة 3 مع فارقه الاتحاد والداخلية والزمالك بعد كده فارقه يوم الجمعة بعد كده الطلاقع يوم الاتنين بعد كده الداخلية يوم الخميس بعد كده الطلاقع بعد كده برامدز يوم الجمعة 12 سبعة يعني انت بتلعب في شهر أقل من شهر من 14 ستة 9 متشاط في 28 يوم 9 متشاط 9 متشاط في 28 يوم كل أسبوع في أسبوع طلع فيه 3 مباراة يعني 9 متشاط في 28 يوم منهم ايه بقى؟ يعني المتشاط يا كريم منهم زمالك و برامدز برامدز اخر واحد يعني منهم زمالك المقصود ان المنفسين المنبشرين الزمالك و برامدز بس عائلة ثابت فوز النادي الأهلي بالدولة أفريقيا بردى كابت إسلام حلت حلت الكرة المعضلة بتاعت المشاركين الأسماء الأندية بتاعت دولة أحد دولة أفريقيا خلاص مبخلص وتحددت يعني فوز النادي أفريقيا كان عنده معضلة كبيرة جدا النادي الأهلي حلها له أهلي برامدز دولة أبطال أفريقيا زمالك مصري كونفدرالية و خلاص وفعلا فير جدا يعني انت عارف طبعا نادي أمبي عنده بعض المطالبات لك بكل أمانة نتيجة مباشرة مصر يكسب دور الأول خلاص يبقى حقه أنه اللي يلعب في الكون فضلية السنة فأنت عندك تحديات كبيرة والتسع مطشاط دول بنسبة كبيرة هيحددوا مصير الدوري لنادي الأهلي يعني أنت عندك برامد زفاري عنك بكذا يعني مطشاط لعب مطشاط أكتر منك فأنت عندك تسع مطشاط التسع مطشاط دول بنسبة كبيرة جدا تصل أنا وجد نظر يتصل إلى 80-90% هيحددوا إن شاء الله النادي الأهلي لو قدر يكسبهم وهي منافسة أهلي البرامد يقدر النادي الأهلي لو كسب التسع مطشاط دول بنسبة كبيرة إن شاء الله ناخد الدوري ويمكن النهاردة لسه الكابتن خالد بيبو قافل على الفرقة خلاص منع اللعيبة من التصرحات خلاص في وسائل الإعلام أو الظهور في البرامج نقفل بقى صفحة الاحتفال والتركيز في الفترة الجاية إن شاء الله يبقى في بعض المباراة دي أو اتنين مساء في الفترة الجاية تركيز بقى بدء في المرحلة الجاية لأنه خلاص إنت عندك في زي ما كريم قال كده في 28 يوم 9 مطشاط فعندك فترة صعبة مطلوب إن احنا نركز فيها وبنكرر تاني إن كل المطشاط إن شاء الله تبسع سعبها